اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنزور مدينة جديدة في المانيا وهي مدينة شتوتجارت. هنزور فيها متحف مارسيدس بنز. هو سمية يعني بالاسم بنز. نسبة الى كارل بنز اللي هو اول حد اخترع سيارة بتعمل بالبنزين. وهو يعني اللي عمل شركة مارسيدس. بالنسبة للمتحف هو بيتكون من تسع طوابق. الطابق الواحد بس اه مساحته اه ستتاشر الف وخمسمائة متر مربع. اه في مية وستين نوع من السيارات و الف وخمسمائة شكل مختلف. اه مواعيد المتحف بتكون اه يوم اه من التلات للحد ويوم الاتنين بيكون اجازة مقفول. اه وسعر التذكرة بيكون عشرة يورو. وفيه خصم اه في ايام الاعياد او المناسبات. وخاصة للطلبة بتكون خمسة يورو. اه والاطفال حتى اربعتاشر سنة بتكون ماردينة. اللي قدامنا ده الاسمسير اللي بنطلع فيه للدور التاسع فوق. اه عشان هو من فوق اقل حاجة او بداية صنع السيارات. بننزل بالتدريج اللي تحت خالص عشان نوصل لأحدى الصيارات. اه بيكون معانا زي التليفون واحنا داخلين كده. اه بنستلمه من الناس الموجودين هناك. بيكون باللغة الانجليزية المانية اي لغة. طبعا مافيش العربية للأسف. ده اه بيكون زي فيه كود كده قدامنا بيقرأ المكتوب لكل عربية. وبيشرح باللغة لنا. اه الكلام الخاص او المعلومات الخاصة بالموديل. ام تتصنع وايه مميزات وكل حاجة عنه. اه هنيجي دلوقتي احنا هنشوف مع بعض. اه بداية اه يعني نشأة وسائل المواصلات. اول حاجة ديت كان الماركت في شتوت جارد. اه وزهور بعد كده العجلات اللي هي بالخيول. اه بعجلتان وباربعة. اه وفي اخر المرحلة دي سنة 1886 ظهر اول محرك بنزين على السرعة. اه دي اول محطة قطار في شتوت جارد. اه كان فيه خط بيربط بين نورنبرج وفورس. طبعا اول الخط سجد حديد كان في بريطانيا سنة 1825. وبعدها بعشر سنوات كان الخط ده في المان. اه اه اشتغلت القطارات في في المرحلة ديت من هايدلبرج اه سنة 1878. ووصلت لمسافة اه مية وتلاتاشر كيلو. كانوا بينقلوا فيها الحبوب والسلع الغذائية. اه وتصنع بعد كده اه السفن اه وي اه اه خيض البرج. اه ده كانت شكل اول حاجة تصنعت خلط كانت مكونة من عجلة واحدة فقط. اه بيكون مكتوب عندنا تحت كل شكل ال 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 البيانات بتاعته. يعني كانت العجلة واحدة بس سنة 1880. مطور بعجلة واحدة. سنة 1882 اتطور الموضوع اه شوية ولقينا اه ان بقى عجلتين. فيه وصائق متعلقة في المتحف على بداية رؤودات شركة مارسيدس وتصميم اول عجلات لها. اه ده اول شكل التطور بعد كده بقى ثلاث عجلات. مطور وثلاث عجلات. ده بقى كده خلاص اربع عجلات. وبعد كده تم سنة السفينة وكانت اه من يعني فيها شراع وابعد كده تطورت شوية. انتابع مع بعض في الصور مراحل اه السيارات من بداية. موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر